اختتمت فعاليات الدورة السابعة والاربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي بدأت في السابع والعشرين من الشهر الماضي تحت شعار الثقافة في المواجهة المعرض الاكبر من نوعه في المنطقة نظم هذا العام ثمانمائة فعالية تقريبا كما زادت نسب المبيعات هذه الدورة بنسبة مائة وثمانين في المائة عن العام الماضي وبحسب الهيئة المصرية للكتاب فانها قد باعت مائة وثلاثا وثمانين الف نسخة كتاب طوال ايام المعرض انا في تقديري ان هذا المعرض او هذه الدورة تختلف تماما على دورة السابقة لان فيها حيوية وفيها حماس ونشاط غير عادي فيها فعاليات ثقافية مست قضايا جوهرية تهم الدولة المصرية في هذه الفترة الحرجة التي تحارب الارهاب ربما يكون فيه بعض السلبيات وده اي عمل ارساني فيه سلبيات ولكن لما يكون الايجابيات ابرز هذا العام احنا بنشكر القائمين على المعرض الهيئة العامة المصرية للكتاب اعلنت ايضا عن فوز افضل احد عشر كتابا بدورة المعرض هذا العام ومن بين الكتاب الفائزين الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري الاسبق والكاتب محمود الطوخي والشاعر سمير درويش اما جائزة الفنون فقد حجبت لعدم تلقي اللجنة اي اعمال تليق بالمستوى كما فازت دار المكتب العربي للمعارف بجائزة افضل دور نشر شكرا للمعارف بجائزة افضل دور نشر